اشتركوا في القناة ونعزي المؤمنين الكافة ونعزي إمامنا صاحب العصر والزمان المعزى أولا بمحمد المهدي بن الحسن العسكري بهذا المصاب الجلل مصاب استشهاد إمامنا علي بن عبي طالب وفي الواقع لا نقول ولا نردد إلا ما نزل على لسان جبرائيل حينما هتف بين السماء والأرض تهدمت والله أركان الأداء ونحن نقول أيضا تهدمت والله أركان الأداء سيد بمقتلك يا مولاي يا أمير المؤمنين يكفيك أنك نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكفي في وصفك أنك قرآن يمشي على الأرض فإنا لله وإنا إليه راجعون حقيقة كما في حلقات السابقة أبتدأ بدعاء أبي حمز الثمى لأن نقول عن إمامنا زي عبدين عليه السلام اللهم صلى على محمد وآل محمد إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد ولا بأمرك مستخف ولا لعقوبتك متعرض ولا لوعيدك متهامن لكن خطيئة عرضت وسولت لنفسي وغلبني هواي وعانني على ذلك شقوتي وغرني ستك المرخى علي فقد عصيتك وخالفتك بجهدي فالآن من عذابك من يستنقذني ومن أيدي الخصماء غدا من يخلصني وبحبل من أتصل إن أنت قطعت حبلك عني فسأفوا سوأتاه على ما أحصى كتابك من عملي الذي لولا ما أرجو من كرمك وسعة رحمتك ونهيك إياي عن القنوط لقنطهم عندما أتذكرها يا خير من دعاه داعا وأفضل من رجاه راجا طبعا كما أسفنا في الحلقات السابقة وبينا لعله بعض الأسباب المتعلقة بحجب تعيين ليلة معينة من هذه الليالة الثلاث تعيينها كليلة القذر في أنها ليلة القذر وقلنا طبعا كما أصلت في الحلقة السابقة هناك في الواقع أسباب متعددة نقف على في الواقع أهم هذه الأسباب قلنا بأنه سبب الإبهام سبب الإبهام في عدم تعيين ليلة القذر بليلة معينة هو لتوسيل نطاق عمل الخير الذي في الواقع يجب أن يقوم به الإنسان توصيل نطاق عمل الخير والعبادة والصير نحو الكمالات فلا شك والعريب أن استقبال هذه الليلة العظيمة بالتقوى كما تعلمون يعني ما يقرب من يعني عشرين يوما إنسان يعني صائم ومنسك عن جملة المفطرات من طرع الفجر إلى دخول الليل هذا في الواقع لعله يعتبر نوع من الاعداد والاستقبال لهذه الليلة العظيمة فيكون الإنسان بالتقوى والصيام والمجهز قبلها لفترات لاستقبالها بالطهرة والتقوى طبعا هذا فالدليل على أنها ليلة عظيمة ومباركة وهذا ما جاء طبعا في القرآن والروايات أيضا الأمر الآخر قلنا لعله من أسباب الإبهام في عدم تعين ليلة معينة من هذه الليلة الثلاث على أنها ليلة القذر في الواقع يتعلق بعملنا بعمل الخير فهو لمصلحة الإنسان كما قلنا بأن الأعمال يعني ثواب الأعمال مضاعفة في هذه الليلة المباركة ويتعلق بعمل الإنسان وهو لمصلحة الإنسان طبعا لأنه واقعا لو تم وضوح وتحديد نقطة لها لعجز الإنسان واكتفى بالعمل الذي أداه سابقا لذلك بقى يعني بالنتيجة نقول هذا الإبهام هذا الإبهام لليلة القذر هو بالنتيجة راجع لمصلحة الإنسان طبعا ما هو القذر يعني نحن نقول إن نزلناه في ليلة القذر طبعا القذر بمعنى أنها صاحبة قذر عظيم أي منزلة هذه الليلة وأيضا نزل فيها القرآن وهو صاحب قذر قطعا لا شكوا لا ريب بتوسط ملك صاحب قذر لأمة صاحبة قذر أيضا وأيضا سميت بليلة القذر وسر التسمية أنه لأجل تقدير الأمور والآجال وأرزاق الناس فيها وأيضا طبعا سميت هذه التسمية بليلة القذر لأن الأرض تضيق بوساطة كثرة الملائكة من باب قدر عليه رزقه أي ضيق أي ضيق عفون عليه رزقه بمعنى أن الأرض تتسع بنزول الملائكة وأن الله سبحانه وتعالى في الواقع لا يضيق رزقه على العبادة الذين ينقضون إليه بالعبادة والإخلاص طبعا كما لعله أسلفنا سابقا أنه هناك روايات متعلقة طبعا أخوان هذا ما نقول له في الواقع هو مصادر متعلقة بالحاديث عن المجلسي محمد باقر المجلسي رمو الله عليه في بحار الأنوار وهذا نفس المصادر طبعا وكذلك في جامعة حاديث الشيعة لأسيدة برو جردي وكذلك تفسير الصافي لألفيد الكاشاني وأيضا ما نقوله من الروايات في هذه الأحاديث طبعا أنا في الواقع سأكون ألتزم عن نص في نقل بعض الروايات حتى توخد دقة في ذلك يقول ليلة الخير العظيم فيما تعلق بليلة القدر يقول يكفي في عظمة ليلة القدر أن الله تعالى وصفها بأنها خير من ألف شهر وأي أفضل من ثلاث وثمانين سنة هذه الليلة يقول وقد ورد عن ابن عباس في تفسير هذا الأمر أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني إسرائيل أنه حمل السلاح طبعا يعني من عباد والمخلصين لله سبحانه وتعالى أنه حمل السلاح على عتقي في سبيل الله ألف شهر فعجب من ذلك عجبا شديدا وتمنى أن يكون ذلك في أمته فقال يا رب طعا أنا أتزم بالرواية ونقل الرواية فقال يا رب جعلت أمتي أقصر الأمم عمارا وقلها عمالا فأعطاه الله ليلة القدر وقال ليلة القدر خير من ألف شهر طبعا كما تعلمون هذا العابد حمل السلاح في سبيل الله لا شك ولا ريب وأيضا عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم العمل فيها خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر لا شك ولا ريب أن العمل فيها وخير من ألف شهر طبعا وأيضا ورد في فضل ليلة القدر روايات عديدة نذكر منها ما روي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم قال موسى إلهي على نبينا وآله وعليه على التحي والسلام إلهي أريد قربك قال قربني لمن استيقظ في ليلة القدر قال إلهي أريد رحمتك طبعا هذا النقل عن نبينا الأكرم العظم صلى الله عليه وسلم وعن كلم الله موسى عليه السلام قال موسى إلهي أريد قربك قال قربني لمن استيقظ في ليلة القدر قال إلهي أريد رحمتك قال رحمتي لمن رحم المساكين ليلة القدر قال إلهي أريد الجواز على الصراط قال إلهي أريد الجواز على الصراط قال ذلك لمن تصدق بصدقة في ليلة القدر قال إلهي أريد النجاة من النار قال ذلك لمن استغفر في ليلة القدر قال إلهي أريد رضاك قال رضاي لمن صلى ركعتين في ليلة القدر طبعا لا شك ولا ريب هناك عمال منصوص عليها في ليالي القدر تؤدى في ليالي القدر ولعله ذكرنا سابق أنه من أفضل العمال من أفضل العمال التي ندى بشارع إليها بإيتائها وجلبها هي زارة إمامنا الحسين عليه السلام في هذه الليلة العظيمة وأيضا ما ورد عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب السماء في ليلة القدر فما من عبد يصلي فيها إلا كتب الله تعالى له بكل سجدة شجرة في الجنة لو يسير الراكب فيها ظلها طبعا هنا حقيقة الروايات لو يسير الراكب فيها ظلها مئة عام لا يقطعها إشارة لحجمها والجزاء العظيم الذي يعطي الله صلى الله عليه وسلم في الواقع تبقى أسرار مكنونة يعني أنه كما في نص هذه الرواية أنه تفتح أبواب السماء في ليلة القدر فما من عبد يصلي فيها إلا كتب الله تعالى له بكل سجدة شجرة في الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أولاك الذين إن شاء الله يشهدون ليلة القدر ويحيون ليلة القدر نسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرمنا في الواقع الصيام هذا الشهر المبارك ولا يحرمنا إن شاء الله في الواقع إحياء ليلة القدر العظيم المباركة التي لا تعود إلا بعد عام كامل ونرفع في الواقع مرة أخرى التعازي الحارة والأليمة لإمامنا صاحب العصر والزمان بالاستشهاد جده أمير مؤمنين علي بن أبي طالب إمامنا علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب عليهم السلام وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين اللهم صلى على محمد وآله اشتركوا في القناة